موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اينما كنتم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله جولة جديدة في سودان هذا المساء من قناة الشروق نستهلها بأبرز العناوين رئيس الوزراء الى الجبا غدا نلاحظ لحضور التوقيع على اتفاق السلام بالاثنين البرهاني وجه بانشاء غرف طواري لمساعدة متضرئ السيول والفيضانات موسيقى وبعثت السودان ببينا تبحث مجالات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية موسيقى موسيقى مرحبا بكم في التفاصيل توجه رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك غدا نلاحظ لمدينة جبا عاصمة جنوب السودان لحضور التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية واطراف عملية السلام والذي سيكون بعد غدنا الاثنين ويرافق رئيس مجلس الوزراء وفد رفيع المستوى لحضور التوقيع على الاتفاق وكانت الحكومة السودانية وقعت اتفاقا مع حركات كفاح مسلح بمسار دارفور على ملف القضايا السياسية بالاحرف الاولى بالعاصمة جبا بحضور وساطة دولة جنوب السودان والوساطة الجادية والاماراتية وممثل الحكومة المصرية وتشمل القضايا السياسية لمسار دارفور التي تم التوقيع عليها سبعة بروتوكولات وهي قضية الارض والحواكير العدالة الانتقالية التعوضات وجبر الضرر بروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة قسمة الثروة بروتوكول تقاسم السلطة والنازحين واللاجئين اليدور بالذكر أن حركات الكفاح مسار دارفور تتكون من خمسة تنظيمات وتقدمت بثمانية بروتوكولات تم التوقيع على سبعة وتبقى بروتوكول واحد وهو ملف الترتيبات الأمنية تسلم عضو المجلس السيادي صديق طاور مذكرة من منظمة رعاية السودانيين العائدين والمهجرين من دولة جنوب السودان ويبلغ عدد العائدين والمهجرين ثلاثة ملايين نسمة وتضمنت قضايا الهوية وضيف الخدمة المدنية ومشاكل المزارعين والتجار وإسكان العائدين وقضايا الطلاب الذين تشردوا من مدارسهم ووصف عضو مجلس السيادة صديق طاور في ممبر سونة قضية العائدين المهجرين من دولة جنوب السودان بالمأساة الإنسانية بكل المقاييس مؤكدا التزام الحكومة الرسمي والأخلاقي تجاههم وتوفيق أوضاعهم كافة أعلن عن تدشين قيان جديد باسم التحالف القومي لتنمية قرى وكناب الجزيرة ويهدف التحالف لنهضة الكناب والقرى بالجزيرة وقال ممثل التحالف حافظ مصطفى إن التحالف يشمل كافة المكونات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني بقرى وكناب ولاية الجزيرة حيث يدعو التحالف للالتفاف حول قضايا وهموم مواطني تلك المناطق والعمل على دعم حكومة الفترة الانتقالية والحفاظ على مكتسبات الثورة وشعار حرية سلام عدالة مشيرا إلى أن التحالف سيعمل مع حكومة الولاية والحكومة المركزية وذلك لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين كما طالب التحالف بإنشاء مفوضية خاصة بقرى وكنابي الجزيرة الهدف منه الأساسي أنه تنمية الكنابي وهو ما هدف سياسي هدف مطلبي تحالف مطلبي يضمن لنا كل حقوق الكنابي وفق القوانين واللوايح المنضاء حكومة الولاية ومتعاونين مع كل الجهات الحرية والتغيير لجان المغاومة على مستوى الولاية متعاونين وهم هؤلاء الأجساء موجودة يعني وكانت موجودة في الصورة وكانت موجودة في القيادة العامة والأجسام دي زلت تعمل في قضية الكنابي منذ أهدى البعد واستطاعت أنها تقدم خدمات ذاتية كانت الحكومات ما كانت تشير لها قال الناطق الرسمي باسم تجمع القوى المدنية بولاة النيل الأبيض منصور علي العبيد إن ملتقى التجمع أمن على همية السلام والاستقرار كمدخل للدولة المدنية وتعزيز الديمقراطية وفي مؤتمر الصحفي بمدينة كوسي أضاف الناطق الرسمي باسم تجمع القوى المدنية بولاة النيل الأبيض أن الملتقى طالب بالاهتمام بالتنمية بالولايات وخلق التوازن يعالج الاختلال التاريخي بين المركز والولايات بجانب قضايا نظام الحكم وتأسيس دولة المواطنة التي تراعي التنوع اللغة والثقافي والإثني في السودان وكان تجمع القوى المدنية تبنى الملتقى حزم التوصيات بهدف معالجة قضايا الولايات في مجال التنمية والخدمات والمشاركة في السلطة أما القضايا التي تواجه الوطن من وجهة نظر المجتمع المدني تمثلت في قضايا السلام والتنمية والاقتصاد نظام الحكم والإدارة قضايا العلاقات الإقليمية والحدودية التي تؤثر على الولايات والعلاقات مع الحرية والتغيير وقد اتفق المشاركون والمشاركات في الملتقى على عدد من المواقف والتوصيات أهمها أهمية السلام للاستقرار كمدخل للدولة المدنية وتعزيز الديمقراطية وأكدنا على ضرورة إشراك المجتمع المدني والمتضررين والمتضررات من تنظيمات النازحين واللاجئين وقيادات المجتمع في مناطق الحرب في عملية السلام وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالية عبدالفتاح البرهان بإنشاء غرف طواري خاصة لترتيب مساعدات لمتضررية السيول والفيضانات وتعهد بتوفير الاحتاجات اللازمة لهم جاء ذلك لدى تفاقد اليوم متضررية السيول والفيضانات بمنطقة الكلاك للجبة بمحلية جبل أولياء يرافق رئيس هيئة الأركان وقادة المنطقة العسكرية المركزية والسلاح المهندسين ومدير شركة زادن العالمية وشملت الجولة مناطق التريعة محطة تسعة ومربع عشر ومربع ستة والسوق غرب ابدومة وتشير السونة الى ان فيضانات النيل قد اجتحت هذه الايام مناطق متعددة بولاية الخرطوم والحقت اضرارا بعدد كبير من المنازل والمزارع وصلت مناسب النيل ارتفاعاتها غير المسبوقة في معظم الاحباس وسجلت في محطة الخرطوم اليوم السبت 17.48 متر وهو رقم اعلى بـ 22 سنتمتر من اعلى رقم مسجل 17.26 متر وتوقعت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية ان توالي المناسب ارتفاعها في الخرطوم خلال اليومين القادمين وجددت اللجنة تحذيراتها من تواصل ارتفاع مناسب النيل لتسجل ارقاما غير مسبوقة ونوهت الى ان محطات الرصد الارضية وصور الاغمار الاصطناعية بالهضب الاثيوبية والسودان اشارت الى ان متوسط الامطار في اعلى حوض النيل الازرق ستؤدي لزيادة في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية الاثيوبية خلال الساعة القادمة الى ذلك حذرت غرفة عمليات الدفاع المدني والطواري بولاية نهر النيل جميع المواطنين خاصة القاتلين على ضفاف نهري النيل والعطبراوي والمناطق التي تأثرت في الاعوام السابقة من الفيضانات بان هناك ارتفاعا في مناسب نهري النيل والعطبراوي وغمرت مياه فيضان نهر النيل العديدة من المناطق والقرى في ولاية نهر النيل وتعد اكثر المناطق تضر بالفيضان في الولاية محلية بربر وابو حمد حيث فقدت عشرات الاسر المأوى بسبب مياه الفيضان ونشد اهالي المحليتين السلطات المحلية والاتحادية بالتدخل لتدارك الاوضاع كما طالبت غرفة عمليات الدفاع المدني والطواري بولاية نهر النيل اليوم السبتة باخذ الحيطة والحذر تفقد التوالي الولاية الشمالية امال عز الدين المناطق المتأثرة بالفيضانات في الولاية وبحثت خلال الزيارة المشاكل والقضايا التي تهم تلك المناطق المتأثرة بالفيضانات وما يلزم من اجراءات ومعينات لدرء اثار الفيضان وقدمت الوالي خلال الزيارة معينات صحية كما تم ايضا توفير خيام وتقديم مبالغ مالية وغاز للطبخ دعما للأسر المتضررة من الفيضان وبعض المعينات الاخرى التي تعينهم على درء الاثار واكدت الوالي ان دعم حكومتها لي انقطع وان الابواب مفتوحة لكل مواطني ومواطنات الولاية وان كل هموم مواطنها تتصدر جدول المهام دعت الهيئة القومية لطرق الجسور مستخدمية طرق القومية خلال هذه الايام الى ضرورة توخي الحيط والحذر عند السير على طريقي الخرطوم مدني منطقتها الجديد الثورة والجديد عمران وما جاورهما وطريق مدني القضارف موقع كبر الرهد عند الكيلو 67 نسبة للفيضانات التي تشهد البلاد هذه الايام وغمر المياه لهذه المناطق حاليا كما دعت المواطنين الى ضرورة الانصياع التام لتوجهات شرطة المرور بهذه المواقع حتى لا تتعرض حياة مستخدمي الطريق الخطر التقت الوزير المفوض ميمون أحمد محمد القائم بأعمال وعثة السودان الدائمة بفييننا بالإنابة بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافعيل غروسي وناقش اللقاء السبولة تعزيز العلاقة المتطورة بين السودان والوكالة ووجه التعاون المشترك لأسيما في مجالات التعاون الفني وبناء القدرات وقدم السيد المدير العام شكره وتقديره للسيد القائم بالأعمال بالإنابة على الفترة التي قضاها في بييننا والجهود التي اطلعت بها إبانا فترة عملها عرض المساء والتواصل معكم من قناة الشرق وتتعبئنا في عقل الفاصل استقرار نسبي في أسعار العولات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم إلى جولة في أخبار العالم ونستهلها من الإمارات حيث قالت وكالة مال إمارات الرسمية اليوم السبت إن رئيس البلاد أصدر مرسوما يلغي قانون مقاطعة إسرائيل ويسمح بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها مع هيئات أو أفراد إسرائيليين في قطوة مهمة أخرى نحو تطبيع العلاقات وعضفت الوكالة أن المرسوم الذي أصدره الشيخ خليفة بن زيد النهيان يأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل من خلال وضع خريط الطريق نحو تدشين التعاون المشترك وتعزيز الابتكار التكنولوجية تذلك في الوقت الذي تستعد فيه شركة طيران العالي الإسرائيلية لتسير أول رحلة للطيران المباشر بين مطار بن جويرين في تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبوظبي قال وزير الدفاع الياباني تاور كونو أنه اتفق مع نظير الأمريكي مارك اسبر على أن البلدين يعارضان أي محاولة أحاديث الجانب لتغيير الوضع الراهن في الممرين المائيين الرئيسيين بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي اتفق كونو مع وزير الدفاع الأمريكي على ذلك في وقت تدور فيه خلافات بين الولايات المتحدة والصين حول قضايا تمتد من التكنولوجيا وحقوق الإنسان إلى الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وكان الوزير الياباني يتحدث عبر الإنترنت من جوامل الصحفيين في العاصمة اليابانية عقب اجتماع مع اسبر تتلقى منظمة الصحة العالمية خلال أيام سيلا من التعهدات بتقديم الدعم لخطتها الرامية لتوفير لقاحات كوفيد-19 للجميع لكنها أصبحت مضطرة بالفعل لخفض سقف طموحاتها فقد أمرمت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا والاتحاد الأوروبي صفقات خاصة لتأمين ملايين الجرعات لمواطنها في تجاهل لتحذير من المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أن اتباع نهج قومي فيما يتعلق باللقاح سيتسبب في شح الإمدادات ويحذر خبراء من أن تبني دول أخرى قادرة لذات النهج سيترتب عليه عدم تطبيق استراتيجية منظمة الصحة العالمية لمكافحة الجائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وبصورة تتسهم بالعدانة في أخبار الاقتصاد شهدت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني استقرارا نسبيا في تداولات الأسواق الموازية للعملات بالسودان وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية أن أسعار الدولار استقرت بشكل نسبي في تداولات اليوم السبتة وأوضح عدد منهم لباك نيوز أن سعر شراء الدولار بلغ 205 جنيه فيما بلغ سعر البيع 200 جنيه وأشاروا لوجود تزايد في الطلب على العملات الأجنبية وسط ما حدودية العضل في الأسواق الموازية للعملات وأكد متعاملون وجود طلب متزايد على الدولار خلال هذه الفترة تزامنا مع الهبوط المتصل لقيمة الجنيه السوداني أكدت وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم أهمية الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع الاستهلاكية وأشارت إلى ضرورة ضبط الأسعار بوضع دبياجات تحمل أسعار المنتج ودعا اجتماع برئاسة المدير العام للوزارة بحضور وكيل نيابة مباحث التموين ومدير مباحث التموين ومدراء إدارات الصناعة والتجارة وشؤون المستهلك لأهمية مراقبة مراكز البيع المخفض وتطبيق القوانين الرادعة في حالة المخالفات خلال الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وأمن الاجتماع على ضرورة تنظيم حملات تفتيشية للأسواق والشوارع الرئيسية دخل اعتصام عمال شركة سكر كينانا يومه العاشر للمطالبة بإعادة أكثر من ثلاثين مفصولا بجانب تحسين الأجور ودعت قيادات سياسية لمعالجة قضايا عمال الشركة في ظل توقعات بزيارة وفد من تنسيقية قوى الحرية والتغيير المركزية لمكان الاعتصام أملا في الوصول إلى حلول لمعالجة الأزمة بهذه الهتافات المطلبية كان مفصول شركة سكر كينانا يدخلون في اعتصام مفتوح فهنا وبجوار مباني نقابة عمال الشركة وتحت هجير شمس الخريف وأمطار لا يخشون هطولها ظل هؤلاء لعشر أيام حسومة معتصمون هنا ينادون بعودة أكثر من ثلاثين مفصولا عن العمل بالشركة بجانب مطالبات أخرى تتعلق بتحسين الأجور وإقالة قيادات من إدارة كينانا مع منشادات عاجلة لمعالجة قضاياهم وإنقاذ الموقف من الانفجار العاملين في شركة سكر كينانا لليوم التاسع للتوالي واكفين من أجل حقوقهم من أجل استعادة بريغهم العمالي مطالبين بجملة مطالب من أول عادة مفصولين حراكة سوري أنا باش مهندس عثمان عبدالودود مهندس زراعي أحد المفصولين الأربعة والثلاثين تم فصلهم بعد فضل اعتصام الغيادة العامة استدر غرار من السيد رئيس مجلس الإدارة وزير الصناعة السيد مدني عباس مدني بناء على الغرار الصادر من السيد عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بعادة كل مفصولين الحراكة السوري ومع مرور الساعات تزداد أعداد المعتصمين يوما بعد يوم ليغضي هؤلاء سحابة نهارهم والأمسيات في مخاطبات سياسية ونقابية ومطلبية تنادي هي الأخرى في جملتها برد حقوق يميع العاملين توظيفا وأجور بجانب خدمة أخرى في البيئة والصحة والتعليم بجانب تفكيك ما أسموه بالتمكين في كنانة بشيء قد يسهم في عودة الروح للشركة مع قادم الأيام فكانت القضية الأساسية هي قضية التأكيد تأكيد للجنة إزارة التمكين أنه للشرعية في اللجنة التسييرية طيب المطالب الأساسية اللي خلطنا نتحرك في هذا الاعتصام أول حاجة جينا نحن بخطاب لسيد نائب العضو المنتدب قدمنا له خطاب من اللجنة التسييرية بأنه نحن عندنا مطالب واحد نين ثلاثة أربعة مفترض نتناقش فيها لم يأتي أي اهتمام أو مادان أي اهتمام للقضية ومن خلال مخاطبات جماهرية من داخل ساحة الاعتصام تنادي قيادات سياسية بضرورة إعادة المفصولين إلى عملهم بكنانة بجانب حث الفاعلين في المشهد السياسي اتحاديا وولائيا إلى أهمية إنصاف هؤلاء وإنهاء أزمتهم المستفحلة يوما بعد يوم والعالم كله يسمعه ويشوفه بعينه إنتوا مظلومين بحق وحقيقة لكن مع ظلمكم دا زي ما قلت لكم إنتوا اعتصامكم دا ما شان ترجوا حقكم بس أشان ترجوا حق أهل كنانة أشان ترجوا حق النيل الأبيض أشان ترجوا حقوق السودان عموما لأنه الشركة القادة دي بتمثل السودان وما اعتصام مفتوح توقعات بزيارة وفد من تنسيقية قوى الحرية والتغيير المركزية إلى كنانة ينتظر هؤلاء معالجات جذرية لأزماتهم من خلال حلول قد تأتي وربما تتأخر صديقة سيدة البشير أشروق ولاية النيل الأبيض كنانة في أخبار رياضة أعلن رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد تمسكه بقرار تعيين لجنة تطبيع لنادي الهلال وأصدر الاتحاد قرارا سمى بمجيبه اللجنة بنادي الهلال برئاسة رجل الأعمال هشام الصوبات وعضوية آخرين وقال رئيس اتحاد الكرة أن الاتحاد سعى لحل الفراغ الإداري بالنادي عبر تشكيل لجنة تطبيع شابة تكون قادرة على الإفاء بالالتزامات وتحقيق الغايات المطلوبة وكان اجتماع انضم رئيس الاتحاد كمال شداد ورئيس لجنة تطبيع تناول همية العمل المستقر وتحقيق الغاية بإقامة جمعية عمومية للإتيان بمجلس إدارة جديدة واليوم أعلن اتحاد الكرة عن تعيين لجنة تطبيع لنادي الهلال بقيد هشام الصوبات لمدة أربعة أشهر في دوائر المريخ تلقى النادي صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حيث صدر قرار جديد ضد النادي من قبل الاتحاد وحكم لصالح المدير الفني الأسبق البلجيكي لوكيمال بمبلغ وقدر 60 ألف دولار عبارة عن مستحقات مالية واجبة السداد وسابقا دفع المدرب البلجيكي بشكوى ضد المريخ مطالبا من خلالها بتسوية حقوقه المالية مع النادي وأمهل الاتحاد الدولي المريخ 45 يوما لسداد المبلغ المحكم به لصالح المدرب البلجيكي كما يتوقع تسلم مجلس الأحمر خطابا رسميا بالحكم الصادر خلال الساعات المقبلة مشاهدنا ختاما لهذا العرض الإخباري نذكر بأبرز العناوين رئيس الوزراء لاجبة غدا لحد لحضور التوقيع على اتفاق السلام بالاثنين المرهان يوجه بإنشاء غرف طواري لمساعدة متضرر السيول والفيضانات وبعثة السودان بفييننا تبحث مجالات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهت جولتنا في السودان هذا المساء قدمنا لحضراتكم من قناة الشرق شكرا لمتابعتكم تحياتي وفريق العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة